في مدة عامين ثلاثة ربعا نجزنا مراحل كبيرة هذه من النقاط الأولى وننجم نطرقه إلى نقاط أخرى إن شاء الله نعم كيف شركت تشوف حاليا مناخ الاستثمار بكل صراحة لا حاليا مناخ الاستثمار سلبي جدا نجب أن نهضر على الصراحة نعم بالفعل صراحة نحن نهضره ونحن رأينا هنا باش نحسن هذا النمط نحن المستثمرين جزائيين رأيهم على غير ما تنساكش عندنا أحنا 1600 مستثمرين عندنا في الجمعية في النادينا اللي حوالي 50-60% منهم رميانيوا بالغلق يعني جننا نجزوا مرحلة صعيبة ونحن لازم نكون المرعاة التحم يعني والصوت التحم مع الإدارة والدولة ما لازمش نكون نحن رؤاسة على جمعية كما تعنا وما نتكلموش على الناس اللي غلقت كي أن يعني عمال شردت رأيه الناس اللي غالقه ونحن لازم نكون في البرحة التي تعنا لازم نوقفوا مع هذه الناس باش نعودوا نحلوا هذه المؤسسات يعني نكونوا باسيط بيننا وبين الدولة الجزائرية بالفعل والقرارات ترأيس رئيس الدولة الجزائرية رئيس تعنا أي بينا يعني احنا لازم نكونوا الساند الساند لهذا كشريك ربما لتنفيذ البرنامج جبهة الناس الاقتصادي